الكتاب المقدس يلخص بآيتين تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك وعندما أراد أحد اليهود أن يبرر نفسه وسأل المسيح من هو قريبي الرب يسوع المسيح أعطى مثل اللي منسميه مثل السامري الصالح رجال متدينون جازوا وعبروا بجانب هذا الجريح بين حي وميت لم يفعلوا شيئا لكنه يتكلم عن سامري غريب الجنس أظهر المحبة أظهر الإحسان أظهر الرحمة والشفقة على شخص بين حي وميت مش من شعبه لكن من شعب آخر وفعلا عالجوا ودوا فقال المسيح سأل من من هؤلاء طبعا الذي صنع معه الرحمة فإذن الرب يسوع واضح في تعليمه أنه المحبة أكيد تنتج ثمر كثير والمحبة ذاتها هي ثمر الروح الروح القدس أما الثمر الروح فهو محبة فرح سلام الإنسان اللي بحب بكون فعلا فيه محبة وفرح وسلام أيضا عكس هذا الثمر اللي بيتكلم عنه الرسول بولوس إلى أهل غلاطية الإصحاح الخامس بيتكلم عن أعمال الجسد اللي هي بغضة غضب وكراهية أيضا اللي بتعكس عن ثمر الإنسان وحياة هذا الإنسان الغير مختبر الشخص الذي فعلا بعيد عن الرب مليء في الكراهية